على الرغم من حجم الدمار الذي تعرضت له مناطق سهل نينوى وتهجير السكان بعد العمليات العسكرية لاستعادتها من سيطرة تنظيم الدولة إلا أنها لم تشهد أي محاولة لإعمارها وإعادة الخدمات إليها سكان تلك المناطق اشتكوا من الإهمال الحكومي والسوء الخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء بالإضافة إلى تلك المشاريع الرئيسية التي يحتاج إليها المواطن بشكل كبير لم يلمس المواطن أي وجود تحرب جدي من قبل الدولة لإعادة إعمار هذه المناطق وتعويض المواطنين التي كثير منهم تعرض دورهم إلى الحرق وإلى الهدم ضعف الخدمات الصحية والعلاجية وعدم توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين هناك أدى إلى تفشي الأمراض بين المواطنين وانهيار الواقع الصحي في تلك المناطق اليوم تفشي الأمراض والحالات المرضية المستعصية وعدم وجود خدمات علاجية وصحية مناسبة للمواطنين في محافظة نينوة يؤثر على الواقع العام ويؤثر على المجتمع من ناحية بصورة سلبية وكبيرة المواطنون أكدوا أن الهدف الرئيس من المشاريع الكثيرة التي أعلنت عنها الحكومة هو المصالح الشخصية للسياسين فكلها مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع تعاون كبير بين المنظمات المانحة وبين شخصيات سياسية لاستثمار هذه الأموال خدمة لمصالح شخصية أغلب المشاريع هي مشاريع وهمية حبر على الورق سيطرة مسؤولين في المحافظة وإشخاص داخل المجالس المحلية على ملف الإعمار حالة دون توفير الخدمات وإعمار المدينة حسب ما أشار المواطنون لم نلحظ أثر ملحوظ على هذه الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مناطق سهل نينوة نحن نوجه أصابع الاتهام بالفساد إلى الرؤساء الوحدات الإدارية الموجودين في سهل نينوة بالتعاون مع هذه المنظمات لخدمة أحزابهم وخدمة الجهات التي يرتبطون بهم والمواطن ينتظر هذه الخدمات لكن دون جدوى وهكذا باتت مطالبات المواطنين للجهة الحكومية بإيجاد الحلول لمشاكلهم المستمرة قطرة في بحر المطالب المنشودة لتغيير واقعهم ومعاناتهم التي طال انتظارها في ظل غياب حكومي كبير لتلك المعانات ترجمة نانسي قنقر